درس اليوم يوضح كيف تتمكن الأجسام من الانتقال في مسار دائري مثلاً، إذا كان هناك جسم ينتقل في الفضاء بسرعة متجهة ثابتة هذا السهم لمتجه السرعة طول السهم يمثل مقدار السرعة المتجهة لينتقل الجسم في حركة دائرية، يجب أن يتغير اتجاه السرعة المتجهة فإذا كان هذا اتجاه السرعة المتجهة في البداية بعد مرور بضع الثوان يصبح في هذا الاتجاه، ثم في هذا الاتجاه بعد بضع الثوان أخرى يصبح في هذا الاتجاه لكن ما القوة التي تؤثر على الجسم وتدفعه إلى تغيير اتجاهه بهذا الشكل؟ بمعنى آخر، ما القوة التي تغير اتجاه السرعة المتجهة للجسم ليتمكن من الانتقال بمسار دائري؟ حسب قانون نيوتن الأول للحركة، لن يتغير مقدار السرعة المتجهة ولا اتجاهها إلا إذا أثرت على الجسم قوة خارجية وهذا ما يعرف بالقصور الذاتي إذن، لو لم تؤثر قوة خارجية على الجسم سيواصل الحركة في خط مستقيم بدلا من الانتقال في حركة دائرية ففي أي اتجاه أثرت هذه القوة؟ لمعرفة ذلك، انظروا كيف تغير اتجاه السرعة المتجهة أثناء انتقال الجسم عبر المسار الدائري ليسهل ذلك، ضعوا هذه المتجهات معاً هذا المتجه الأول وهذا المتجه الثاني في نفس الاتجاه لاحظوا كيف تغير اتجاه حركة الجسم وهذا المتجه الثالث باللون الأخضر نضعه في هذا الاتجاه وأخيراً متجه السرعة الرابع في هذا الاتجاه يمكنكم الآن ملاحظة كيف تغير اتجاه السرعة المتجهة ففي الفترة الزمنية الفاصلة بين متجه السرعة الأول ومتجه السرعة الثاني تغير اتجاه السرعة المتجهة بهذا المقدار إذن هذه المسافة هي دلتا V أي أن الفرق بين متجه السرعة الأول والثاني نتج عنه متجه ثالث يشير إلى اتجاه تغير السرعة المتجهة للجسم عند قطعه هذه المسافة من الدائرة عند نقل متجه تغير السرعة إلى الدائرة سيكون بهذا الاتجاه هذا هو دلتا V وفي الفترة الزمنية الثانية تغير اتجاه السرعة المتجهة بهذا الشكل عندما قطع الجسم هذا الجزء من الدائرة تغيرت السرعة المتجهة بهذا الاتجاه وفي الفترة الزمنية بين المتجهين الأخضر والبرتقالي هذا هو التغير في السرعة المتجهة دلتا V ويشير متجه التغير في هذا الاتجاه هذه دلتا V إذا حاولتم رسم المزيد من متجهات التغير في السرعة المتجهة تجدون أن التغير عند هذه النقطة في هذا الاتجاه وعند هذه النقطة في هذا الاتجاه لاحظوا أن متجه التغير في السرعة المتجهة عمودي على متجه السرعة أي أن الزاوية بينهما 90 درجة كما أن جميع متجهات التغير في السرعة تتجه نحو مركز الدائرة وحسب قانون نيوتن الأول إذا تغير مقدار السرعة المتجهة أو اتجاهها أو كلاهما لا بد من وجود قوة محصلة تؤثر على الجسم في اتجاه التسارع لأن التسارع يؤدي إلى تغير السرعة المتجهة أي أن القوة تؤثر في نفس اتجاه تغير السرعة المتجهة إذن لينتقل الجسم في مسار دائري يجب أن يتأثر بقوة تجذبه نحو المركز وتتعامد على اتجاه الحركة هذه القوة تعرف بالقوة المركزية عندما تؤثر القوة المركزية على الجسم في اتجاه المركز تدفعه إلى الحركة في مسار دائري هذا الجذب نحو المركز أو الداخل يؤدي إلى تسارع الجسم نحو الداخل أيضا بالتالي ليتمكن الجسم من الانتقال في مسار دائري يجب أن يكون تغير السرعة المتجهة في الزمن والذي يساوي التسارع باتجاه المركز أي أن القوة تؤثر على الجسم باتجاه المركز ولهذا تسمى قوة مركزية من الأمثل على هذه الحركة الدائرية والقوة المركزية لعبة اليويو حيث يوجد قرصان متصلان معا بينهما شق يلتف حوله خيط عند سحب الخيط يتحرك اليويو في مسار دائري وبسرعة متجهة ثابتة لكن اتجاه السرعة يتغير باستمرار بسبب قوة الشد التي تؤثر بها يد اللاعب على الخيط ويعني هذا أن قوة الشد التي تؤثر على اليويو باتجاه المركز وتدفعه إلى الدوران في مسار دائري هي قوة مركزية من الأمثلة الأخرى على القوة المركزية حركة الأجسام في مدارات ثابتة في الفضاء فمثلاً يدور حول كوكب الأرض العديد من الأقمار الصناعية مثل هذا يدور هذا القمر الصناعي في مداره بسرعة متجهة ثابتة القوة التي تبقه في مداره وتمنعه من الابتعاد عن الأرض هي قوة الجاذبية الأرضية التي تجذبه نحو المركز وينطبق هذا على القمر أيضاً ومن الأمثلة الأخرى سيارات سباق السرعة هذه سيارة سباق من الأعلى وهذه العجلات لو كانت هذه السيارة تسير بسرعة ثابتة 60 كم في الساعة في مسار دائري ما القوة المركزية التي تبقى السيارة في مسارها؟ ليس هناك حبل يؤثر بقوة شد نحو المركز ولا قوة جذب تسحبها نحو المركز فقوة الجاذبية تجذب السيارة نحو الأسفل وليس جانباً نحو مركز المسار الدائري في هذه الحالة قوة الاحتكاك بين العجلات وسطح الطريق تمنع انزلاق السيارة وانحرافها في الاتجاه الآخر لذلك لو لم يكن هناك قوة احتكاك كما يحدث عند وجود زيت على الطريق أو جليد أو حتى عندما تكون العجلات ملساء لن تتمكن السيارة من الإنعطاف